ايه يوم علوم الامحة والامحة في حد ذاته لو علم وعلوم ايضا بس انا عاوز قبل ما لان انا حقيقة في الانتظار تباعد سياتك وانت بتتكلم دايما على الطيار السلفي الديني صحيح بس انا عاوز اقول لحاجة بقى ان فيه طيار سلفي اقوى من الديني واخطر وعواقبه لن تسمح لنا بتقدم لفكرة جديدة الطيار ده طيار كاره للعلم والابداع والابتكار اذا قلنا الطيارات السلفية الدينية بتعمل في الخفاء لا هذا الطيار للأسف الشديد في مواقع القرار فانا حدي لحاجة مثل وبرضو المثل ده انا بقوله لمجرد ان الناس تعرف ان رئيس الدولة بيتابع كل امر وانه مش جايب الناس بتطبط تصوره انه في فجوة بين رئيس الدولة وبين ما يجري من الاحاداث فلحصل انه انا الحقيقة كتبت موضوع في جيلة مصر اليوم وكان الموضوع متعلق بازمة الامح وانه لابد ان احنا يكتمع العلماء مصر وخبراءها ويتدوا يتدرسوا هذا الموضوع الموضوع ده كان في 25 يونيو يونيو الماضي سنة اه 20 انا فجئت فجئت بانه سمعت بانه في حصل ان الرئيس طلع على هذا الكلام و مكتب الرئيس ارسل خطاب الى رئيس الوزراء محدد له ايه المهام اللي يعملها انه هو لابد ان يعقد مؤتمر انا الحقيقة يعني هو موجود على موبايل اكتب ارهولك انما الفكرة انه الخطاب نفسه المرسل من مكتب رئيس الجمهورية في 25 الى رئيس الوزراء بيدعوه الى انه الحوار اللي انا بقول لحالك يعني انه يبقى فيه حوار علمي وعصف زهني بين علماء وخبراء مصر للوصول الى حلول علشان ما يحصلش اللي حاج قلت عليه ان احنا بندور ونلف في فكرة واحدة مش عاوزين نطلع بيزنس اس جيجول مش عاوزين نطلع من الفكرة المهم المهم ان الوزير الزراع تصل بي مكتبه وقال لي انه احنا في عندنا توجيهات رئيسية فممكن تحضر فانا شرحت لهم الفكرة تخيل حضرتك بعد ما شرحت الفكرة دي كانت بعد خمسين يوم من خطاب المكتب الرئيس للوزارة انتهى الموضوع بانه قاعد يكتبه في تقرير حوالي شهر وانتهى بقى كده العلاقتي بهذا الموضوع انتهت حين فوقت بقى بان الرئاسة برضو بعتت نسخة من هذا الخطاب الى وزير التعليم العالي الفرق بقى ان وزير التعليم العالي بدأ يعد للمؤتمر العلمي وينفذ توجيهات رئيس الدولة وبالتالي تم بقى اليوم اللي حقيق عليه ده من اول انبارح طبعا حق الرد محفوظ لوزير الزراعة طبعا كلام يستحق انا بس احنا احنا على فكرة في حوار اكبر من ان احنا بنسيء لاحد صحيح انا بكلم على مبدأ مبدأ ان رفض فكرة الحوار على مستوى القيادة يعني انت اذا كان رئيس الدولة بيدعو الى حوار علمي علشان الناس اللي هم مسؤولة واللي في داخل العقول المصرية القادرة تنتج لنا حلول الابدعية اه فالفكرة ده دي الفكرة ووقت المؤتمر فاوخذ المؤتمر اوخذ المؤتمر تحت رعاية اه خدمة المحس العلمي وحضر بقى ابن طبعا للأسف الشديد مسي ده بعد 8 شهور من الدعوة بعد 8 شهور المشكلة الاكبر المين بقى اللي يشارك في المؤتمر هيئة المعونة الامريكية اه المنظمة اللغزية والزراعة فيه المعهد الدولي للسياسات الغزاء اه اشترك فيه ايكاردة دي مؤسسة مراكز البحوث الدولية كل هذه المؤسسات كانت موجودة وايضا خبراء من الهند الهند عارفك لقد عطعت شوت كبير جدا المهم الشيء اللي الاحزاني بقى جدا الاحزاني مقاطعة وزارة الزراعة مقاطعة وزارة الزراعة لهذا المحفل القلمي مش حد ممثل عوزارة الزراعة جيك؟ ما حضرش من وزارة الزراعة غير واحد بس اللي هو مدير معهد المحاصيل فتخيل مركز البحوث الدولية تخيل بقى انه ان الاحراك بقى اللي احنا كنا في احراك شديد جدا ليه؟ لان انت حالك عارف السيستم وانا اشتغلت في سفارة وعارف انه بيطلع تقارير انه في داخل الدولة في خلاف انه انت النهاردة الرجل اللي هيكتب للسفارة الامريكية ولا هيكتب للسفارة الالمانية ولا هيكتب للفاو يبقى اذا انت عادت تصدع في داخل المؤسسة فكيف ستصل الحلول يعني احنا القضية الحلول ليس يفدد ايه السؤال بقى